وأكد وزير الخريجية الفرنسية استيفان سيجوني أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيسهم في الحد من التوترات في المنطقة وأكد الوزير الفرنسية على ضرورة حل الدولتين مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على بلورة موقف أوروبي داعم لجهود الوسطى من ستدعمكم والمجتمع الدولي يدعمكم وسوف نعمل على حشد الدعم الأوروبي لكم سوف أتصل بزملاء الأوروبيين لبلورة موقف أوروبي داعم لكم رسالتي الثانية مع علي الوزير هي أنه يتعين علينا معا أن نتفادى تصعيد إقليمي بأي شكل من الأشكال لأن نتائج مثل هذا التصعيد الإقليمي سوف تكون كارثية للمنطقة ونحن ندعو كل الأطراف لضبط النفس ووضع حد لمنطق الرد والرد المعاكس لأن المدنيين هم أوائل الضحايا في كل الأحوال هذه هي الرسالة التي نقلناها لكل من التقينا بهم في هذه المنطقة وأبدأ أن أكرر هذه الرسالة هنا وأنا أعرف أنها رسالة تنقلونها أيضا مع علي الوزير لكل الذين نتكلم معهم في المنطقة الرئيس الفرنسي تناول هذا الموضوع مع الرئيس السيسي نحن مقتنعون بأن وقف إطلاق النار في غزة سيساهم كثيرا في تخفيض حدة التوترات الإقليمية